اهلا بحضراتكم من جديد قبل ما نروح لأخبار الناشئين والأشبال كنت عايز بس اوجه رسالة كده والفت نظر ربطة الاندية ولجنة اتخاذ القرارات والعقوبات في ربطة الاندية مبارح في مباريات الدوري في احدى مباريات الدوري الممتاز كان في مباراة بعد المباراة تم القاء الزجاجات على حكم المباراة الفيديوهات موجودة ومبارح كان تقرير مرائب للمباراة ادان اتنين من لعب هذا الفريق مبارح تاني لربطة الاندية احدى جماهير الفرق في الدوري الممتاز في مباراة بالامس مبارح تم القاء زجاجات المياه على حكم المباراة والفيديوهات موجودة وتقرير المباراة او مراقب المباراة ادان اتنين لعيبة وعملوا اعمال مشينة مع الحكم دا كان تقرير مراقب المباراة ننتظر العقوبات يا ترى النهاردة هيبقى حماس جمهور وحماس لعيبة ولا هيكون فيه قرارات زي ما شفنا قرارات على جماهير النادي الاهلي كانت في المباراة الداخلية وعدد من جمهور النادي الاهلي ما يقرب من الف من جماهير النادي الاهلي توقفوا مستنيين نشوف الكرارات في هذه الجولة انا بقول لحضراتكم والفيديوهات كلها موجودة ومنتشر على السوشيال ميديا والحاجة التانية ايضا تقرير مراقب الموراة مكتوفي كل الكلام ده الحاجة التانية مجلس ادارة اتحاد المصري لكرة القدم منذ قليل كان منعقد طلع ببعض الكرارات هناخد اهم الكرارات بالنسبة لنا اول كرار ياريت نعرض يا شباب لو عندنا زي ما احنا شافين كرر مجلس ادارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة للسياس جمال علام العديد من الكرارات الهامة في اجتماعه الذي اقيم اليوم السلساء التي جاءت كالتالي عدم السماح بالقيد لجميع الاندية الا بعد سداد المديونيات قرر مجلس دارة الاتحاد المصري لكرة القدم عدم السماح بالقيد لجميع الاندية الا بعد سداد مديوناتها لصالح الاتحاد المصري لكرة القدم عايز اقفوا قدام القرار الاولاني بنقدر طبعا القرار اللي قاله اتحاد الكرة وكلنا عارفين مين النادي اللي عليه المديونيات منتظرين تنفيذ القرار بس قرار محترم من اتحاد المصري لكرة القدم الناس كلها عارفة مين اللي عليه مديونية نتمنى تنفيذ هذا القرار هو ده تعليقنا على قرارات اتحاد الكرة المصري القرار التاني ياريت تعرضونا القرار التاني وده برضو مهم المنتخب المصري للشباب او منتخب الشباب الموافقة على خدمة منتخب الشباب عدة مباريات دولية استعدادا لكاس الامم وافق مجلس اتحاد ادارة الاتحاد المصري لكرة القدم على خطة اعداد منتخب مصر الشباب موليد 2003 للنهايات كاس الامم الأفريقية التي تحتضنها الاراضي المصرية في شهر فبراير المقبل وجاءت موافقة مجلس ادارة اتحاد الكرة على خوض منتخب الشباب عدة مباريات دولية ودية استعدادا لخوض منافسات البطولة القرية المواهلة بدورها لنهايات كأس العالم للشباب دايما برغم اختلافنا مع الاتحاد المصري لكرة القدم لكن بنحييه على هذا القرار النهاردة انك تعد وتجهز منتخب مصر للشباب لبطولة مهمة هتكون على ملعبنا ان شاء الله في شهر فبراير وزي ما قلنا مجموعتنا قوية جدا مجموعة منتخب مصر بتضم موزنبيق السنغال نيجيريا تلت فرق من العيار الثقيل الملعب اللي هتكون موجودة فيها البطولة اللي هتنطلق ان شاء الله فيه 19 فبراير المقبل هتكون في استاد القاهرة استاد اسكندرية وايضا هيئة قناة السويس بالإسماعيلية ملعب برضو يعني اضافة صرح رياض كبير ملعب هيئة قناة السويس حاجة رائعة جدا تلت ملعب هتكون في تلت محافظات مختلفة البطولة مجموعة في القاهرة مجموعة في اسكندرية وايضا مجموعة في الإسماعيلية كل التمنيات وكل الدعاء وكل التوفير لمنتخبنا خاصة ان عنده جهاز فن محترم وايضا عنده لعبين على اعلى مستوى